اشتركوا في القناة السلف ولن نتذاكر العلم وهذا ممكن يقول ما احد يوم من ايام سألني ما هو السؤال الذي تسأل عنه في قبرك لماذا لن نتذاكر اخوانا هل هذه طريقة السلف المذاكرة او لا طريقة السلف تذاكروا العلم وتناوبوا كانوا على العلم اخوانا لهم عندهم كانت مجالس للمذاكرة طيب اذا قلنا المرتبة الاولى الاسلام والاسلام اركان اسلام خمس شهادة اللا اله الا الله اي لا معبودة بحق يعني لا احد يستحق ان يعبد الا الله اكفر بجميع ما يبد من دون الله اثبت العباد اللاحدة لا شريك له لا اله الا الله بناء هذا البناء سقف يقوم على عامودين مثل هذا الدولاب الان يقوم على اربع لا اله الا قوم على عامودين العامود الاول تكفر بجميع ما يبد من دون الله نفي العامود الثاني اثبات اذا اسقط عامود سقط البناء اذا لابد في لا اله الا الله من ركنين نفي واثبات كفر بالطاقوت ايمان بالله لا اله نافيا جميع ما يبد من دون الله الا الله مثبن عباد الله وحده لشريك له الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة لماذا قال إقامة الصلاة ولم يقل الصلاة لماذا حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها واركانها واجباتها ومكملاتها السنن وتنتفي عنك الموانع وقال إيتاء الزكاة لماذا قال إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة لأنه لابد أن تأخذ من أموال معينة في زمن معين بمقدار معين إلى الأصناف الثمن لأنه كثير من الناس يسأل الشيخ يقول أريد أدفع الزكاة لأمي لزوجتي لأولادي لأخي لا ليس ألا ما تحب مفهوم إيتاء الزكاة لم يقل الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا فالحج يجب في العمر مرة على المستطيع ومن استطاع يبادل الحج ولا أتأخر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر